السؤال بعد كده لو في مشاكل بيني وبين الأهل كل ما حاول أقرب منهم يبعدوا حلها إيه؟ حلها المدومة حلها الإيه؟ المدومة حضرت النبي علمنا حاجات مهمة جدا في هذا السياق أول حاجة فيه تلات قواعد فيه الحالة بتاعتنا دي أول قاعدة ليس الواصل وبالمكافر ولكن الواصل من إذا قطعت رحم وواصلها ده في كل العلاقات يبقى اللي حاصل لما فيه علاقة مهمة وخاصة مع الأهل لما تتقطع أنت توصلها يعني إيه توصلها؟ يعني هم لو ما بيسألوش أنت تسأل طب أسأل إيه؟ تسأل بما تستطيع وتسأل بما لا يعود عليك بضرر أو بأذى فتواصل أهلك وتتصل بيهم وتوصل من قطع منهم لأن إيه اللي حاصل؟ دائما عندنا في الشرع كده خيروهما الذي يبدأوا بالسلام ليس الواصل بالمكافر ولكن الواصل من إذا قطعت رحم وواصلها أنت شاف إيه؟ يبقى دايما أنت لازم تكون ثابت على أخلاقك ثابت على الجمال ثابت على الرحمة ثابت على الخير ثابت على العمران لازم تبقى ثابت يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى استمر دي أول قاعدة اللي هي قاعدة ليس الواصل بالمكافر القاعدة الثانية والمهمة خير العمل يأدومه وإنقل تداوم ما تنقطعش هم إذا قطعوا أنت تداوم الحاجة الثالثة لا تحقرن من المعروف شيئا يعني إيه؟ ما تجيش تقول يعني هو سلام عليهم ولا سؤال عليهم ولا الإحسان عليهم هيغير قصفة قلوبهم دي لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بواجه ينطلق أنت ما تعرفش ربنا سبحانه وتعالى هيشرح صدرهم بإيه؟ ولا هيبارك في حياتهم بإيه؟ ولا يخليهم ولا وصالك دوة واللي أنت بتعمله ده أنت ما تعرفش هيعمل إيه في صدرهم لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء يقلبوا كيف يشاء فتوكل على الله ويعمل وصال وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعلك من أهل الجمال